سيل بشير هات نزيد نوضحه شوية للمستمعين وتعرف المستمعين الحقيقة بالنسبة اليوم إذا الكل رأو نجماً نسمعك صحو في الرأي العام يسمعك لكن في الآخر فهمها زاد السلوكيات وفهمها الحية اليومية للمواطر اليوم تقريباً قدش عنا من نوعه متاع دواء مفقود ودواء موية هكذا قدش عنا من نوعه مفقود قولي أنت يرقم مش مهم لكن قدش عنا من نوعه مفقود بالنسبة للصيدلية مفهوم الدواء المفقود هو كل دواء المخزون متاعه ينقص على مدد شهر ينقص على مدد ثلاثة شهر هذا منشور معمول فيه سنة 2008 ثم عدد أصناف متاع أدوية وفهمها نصنفوهم مما في المستشفيات ولا في فلنه اللي تعتبروه حياتي ثم أدوية حياتي العدد متاحه ماهوش كبير معناها وفيه حتى أدوية اللي تعاوضوا موجودة يعني ماهوش عدد كبير بالكل مع العدد ضئيل إذا كاننا نقول لك فما الأخضر والأصفر والأحمر أحنا فين فانا دقريد الدرجوريزيتي برابور لفقدان الدواءات وين توصف الوضعية سي البشير خاطر لحق معناها الوضعية ميش خطيرة ميش خطيرة لكن ميش خضرة لا ميش خضرة أحنا شوف الصراحة أنه نحن في الأورنجي أحنا في الأورنجي أقل من الأورنجي أقل من الأورنجي بشواء هوا راي وضعية متغيرة يعني هاي باش نصنف ونبسط للناس هي وضعية متغيرة بين حين وآخر فما أدوية تتوفر ويتصلح فيها المخزون وتتوفر وفهمها بعض الأحيان أدوية وكنت نعدد لك في الأسباب يجي ظرف أنها تكون مش موجودة حتى خرجتم وظرف اليوم كيفاش فما عدت أسباب فما ظرف يتعلق سعب بوضعية اللي كنت نحكي لك عليه السوق العالمية في الأدوية وثمنا عادة ظرف مالي واقتصادي داخل صيدلية المركزية اللي هو يخلي علاقتنا بعض الأحيان بالمزاودين والمخابر اللي هي نستورده من عندها في الأدوية البعض منهم عندوا سياسة جديدة في وضع في تعامل مع تراكم بعض الديون أنه وقت اللي وفر لك الأدوية وفرهم بأقل من كميات كان يوفرهم أقبل وقت اللي كانت وضعية الديون متاعهم سدة بطريقة أحسن الصيدلية المركزية قبل سنة 2015 ما كانش عندها ديون مع المخابر والمزاودين الأجانب اليوم الوضعية تراكمت من 2015 كانت فيها الوضعية تقريباً 100 مليون دينار متوى؟ متوى بين 650 و700 مليون دينار اللي هو رقم يتغير معناها اليوم ما هو شيء وضع خاص في تونس لأنه حتى في العالم اليوم فما إشكالية في الأدوية المخابر هذوما معناها هما الهدف في متاحهم على الأقل في الظرف الحالي هو استمرار واستقرار في الخلاص الشهري معاهم على الأقل بشي نجم يواصل معاك في تزويد مستمر غالبش نجي للحلول أنت سيت كنت رئيس مدير عام الكنام اليوم تعرف الوضعية مليح معناها السلسلة تعرفها بالقدي بالقدي دونك تنجم جاوبنا حتى على نوع من التصرف في الأزمة في علاقة بالوضعية الحالية دونك تنجم تعطينا ننصر ما التشخيص لكن زادة بعض الحلول لكننا نحب نفهم بالضبط شنو اللي ساير بما أنه إذا كان تقول أنت راهو فما كر وفر راهو فما دي بريود راهو فما جيسترون وتقول لي تقريبا أنه الدواء متوفر ولكن المريض يمشي الفرماسي وما يلقاهش فما صعوبة فما صعوبة ولا دونك لهنا تكلم رئيس الجمهورية على المحتكرين هل صحيح أنه فما احتكار كما قال رئيس الجمهورية وأنه فما اضطراب في مسالك التوزيع وأنه المراقبة مش موجودة بما فيه الكفاية وهذا يسمح لبعض المحتكرين أما أنهم يا أما يحتكروا الدواء وإلا يصدروه خارج مساكل مسالك التوزيع هذا موجود ولا مش موجود ليه أولا الحل الأول اللي كنا نتحدث فيه على استقرار التزويد واستقرار المخزون بالنسبة للسنة الفارطة قاعد تدعيم سيدلية المركزية بمبلغ مالي قدره 115 مليون دينار في شهر ديسمبر 2020 مكننا تقريبا في أنه تكون عنا خلاص شهري مستمر خلق نوع من التوازن هبطت الأجل إلى 12 شهر في الخلاص مع المخابر هدومة حتى وإن كانوا يطلبوا هما الخلاص متاحهم لكن إنفوا تستقر معهم وتعطيهم الأجال تنقص فيهم يرجع يتعامل معاك ويوفر المخزون متاع الأدوية وحتى المخزون متاعنا سنة بالنسبة 2021 خير من 2020 اللي فيه كانت الأزمة كيف كيف؟ بالنسبة للحل نكمل لك اليوم مزارة المالية في القانون التكملي ورز التمكانيات إضافية للمستشفيات في حدود 180 مليون دينار اللي بيشي جزء منها في إطار الخلاص بيش يمشي للصيدالية المركزية مع رصد مبلغ آخر مخص لأدوية هذا يحب ما تفهمين فم حل في المستقبل الاحتكار الاحتكار تكلم عليه رئيس الجمهورية وأحنا عنا الانتباع أنه تقوله دواء موجود لكن يمشي المواطن الفرماسي ما يرقاهش وين تفقد في الأثناء بالنسبة للاحتكار وبالنسبة للتهريب متاع الأدوية اليوم الدوانة حتى في نشرياتها ولا في تخرج في معطيات وكانوا يوصل فما أدوية يحجزوها اللي هي موجودة أدوية اللي تستوردها الصيدالي المركزية ولا حتى أدوية تونسية كيف كيف ثم مزودين ساعات يبعث لك مراسل يقول لك روى دواء متاعي فما عنصر آخر اللي يدعم ويخلي فما هالموجة هذية متاع والسلوك هذية هو أنه أدوية في تونس هي مدعمة والدعم في تونس في ميزانية الصيدالي المركزية واللي يمشي في الأسعار اللي تكون أقل من اللي يلزم تكون عليه تقريبا في سنة 2019 كان 250 مليون دينار في سنة 2020 كان بقيمة 200 مليون دينار معناها الأدوية الصيدالي المركزية تستوردها بمبلغ معين لكن التجارة تحددها بسعر أقل وهذاك هو الدعم اللي يمشي والدعم هذا يخلي الأسعار متاعنا ما هيش كيف الأسعار في البلدان المجاورة لنا كما الجزائر ولا كما ليبي ويخلي المجال ويخلي المادة دا سيما للمظاهر فما محتكرين سيل بشير فما محتكرين فما شكون يشري بالترانت ويحط في الدبوات ويخرج فما محتكرين وانا فماش محتكرين على مستوى الصيدة ليلة المركزية توفير الأدوية بالكميات المطلوبة هذا موجود وصير في مسالك التوزيع كيفاش تصير العملية واللي هي خارجة على مراقبة الصيدة ليلة المركزية واتنجمش في مسالكها لكن المعطيات والأخبار لكلها تعطي وكونوا فما في كل مرة حجز أدوية مهربة وبالطبع هما ظاهرتين معناها متلازمتين ما ينجمش يكون فما دوايا ما خرجش في السيركوية في تونس بشي بعد يخرج لكن هل هل فكرة الاحتكار هي نجم تكون سبب من أسباب الشح ولا قلة الأدوية في الأوفيسين في الفرماسي بالنسبة للينجم يكون ينجم يكون إذا كان أنت اليوم عندك دوايا موجودة في تونس يتباع بسعر معين وينجم تباع ينجم يكون سبب من الأسباب اللي تخلي هذية لأنه مسالك يقول القايا إذا كان هو خرج من الفرماسي سنترال كيفاش نلقاوه هم بعد في مسالك سمعني سيخصر نحكيوه على الانسولينا تيتر اللي هو الكميات تتوازع بنفس النساق وتتوازع على نفس المزودين في مي معناها نفس البرودويت وقع عليه طلب من طرف الهيئة متاع الصياد لو من طرف الصياد لبسيف عام وزدنا بعشرين بالمياه في الكمية الموزعة في تونس دكار وهذا في شهر مي في وزارة الصحة وقع دراسة الموضوع وكنا تحسبا لأي خطر لأي نقص زدنا العشرين بالمياه اللي هي مطلوبة زدنا وذلك الكل نرجع اليوم لإشكال آخر قد يكون فمشكون يحكي على اللنسولين ما فهماش في الصيدة الليلة المركزية نهار 19 نوفمبر وزعنا على مزودين بالجملة وزعنا لنسولين بكمية المطلوبة استنسي البشير أنا لهنا نحملك شو المسؤولية شو نقول نقول إذا كان أنا مؤتمن على المال العام وطلبوا مني مش نمشي نشري لنسولين ومشي تشريت لنسولين بالدو فيس ومبعد خرجتنا للمرشي ومبعد يجي وقولوا لي ما فهماش فرانشما نجم نطلب تدقيق ولا نقول يا ولادي وين هو لنسولين اللي أنا شريت للك على كل حال على كل حال نعطي فيك في المعطيات أولا ساعة وقع تحديد الكميات تتوزع واخذينا بعين الاعتبار عدد مؤشرات ثانيا احنا عملنا التوزيع متاعنا نهار 19 نوفمبر بالنسبة للنسولين معناه هذا هو الوضعية مع مسؤولية في أنه اليوم نتابعوا نتابعوا معنا حتى معناش إشكال في أنه نتابعوه ووزارة الصحة موجودة وسائل المراقبة موجودة وذي هو كل نجم نحن تقول لي ما تحملونيش أكثر من طاقتي أنا لني نشري الدواء ونوزعه أمان بعد إذا كان فيما احتكار يصير في مساك التوزيع ما نش مسؤول عليه على كل حال أي مسئل مسئل أخذر أنا جس في كونكري وأنا اليوم نحضر في اجتماعات مع وزير الصحة في إطار متابعة وعنده متابعة بصفة مستمرة للموضوع وفم توجه في إصلاح المنظومة بصفة عامة اليوم منظومة الأدوية ما فيهش كان الصيدالية المركزية في عدد أطراف اليوم فم إرادة فعلية في أنه نصلح أو أنا مش نسألك أترمان فرسيما ونرجع للإنسولين إذا كان شرينا وشرينا بدوفيس ووزعنا خطر قلون نزيدونا ومن بعد ما نلقاوش سمعني سيلياسي راهو مش على خطر قلون نزيدونا راهو فما مقاييس وفما اعتبارات وليس سمحني نعطيك ثم جانب مثالي فما جانب إنساني مهم أني أنا اليوم نفضل نكون في تقديرات اللي تخليني نستجيب للطلب لأنه دواه حياتي أكثر من أني نكون ملازم لوضع يكون فيه نعم نهنيكم على ذلك سيلياسي البشير نهنيكم على ذلك طو سمبل ما قاعد نقول لك إذا كان من بعد تفقدت فما أمايان فالت وين قاعد يمشي رغم ذلك رغم ذلك حتى على مستوى الصيدلية توزيع الأدوية هذة توزيع المزاودين بالجملة وغير ويصير به مقاييس يصير أفك دي بلافان بتسخيط هاو فالت وين قاعد يمشي هو مثل ما حتى منظومة كاملرة ومنظومتنا تستهل المراجعة منون كروشي وعن أخطاء لكن هاو سؤال آخر سيل بشيري هم مباشرة الصيدلية المركزية شوية بركة لقد قلت البنك المركزي كيف كيف ولا محالة مش بعاد الصيدلية المركزية الدواء ما فقود بشدة في مستشفياتنا العبومية والمريض اللي متعود يأخذ الدواء من نصحة العران ولا مصبتار ولا مستوصف ولا ساعات يتلز يشريهم الفارماسي البعض يقول هل في توزيع الأدوية الأولوية الآن للصيدلية الخاصة على خاطر هي اللي تخلص بالفلوس وبالكاش هو ثم طلب فما جهات معينة تطلب بشي صيدليات الخاصة تكون هي تحل محل الصيدليات الموجودة في المستوصفات أو في جهات معينة هذا يعني طلب فما ناسي عبروا عليه صراحة لكن أنا نحكي لك صيدلية المركزية تعمل طلبات عروض سنوية تشري معناها الاحتياجات متع المستشفيات ومتع المستوصفات وتوفرها وفما تزويد مستمر فما طلبيات شهرية للمستشفيات وفما طلبيات للحاجات المستعج ونتوبة تلابيو فيها الكل؟ اللي تنجمو لا مش فاللي نجمو عنها طلبات عروض معناها سنوية عنها توفر الأدوية بعض الاحيان فما ديكلاج في الوقت اللي توفر فيه دواء لكن فيها أغلب الاحيان نوفره في الأدوية حسب زدها هي توفرة وفما أدوية آخر زدها عندنا فيها صعوبات مش خطر تخلفنا لما خلصناش لكن ثم أدوية كنت نحكي لك فيها صعوبات حتى في توفيرها بعض الحيان ثم أدوية في السنوات في السنة هذية ثم حتى تعطاء الأولوية في دول معاينة أنه دواء هذكي تعطاء بأقل كمية خارج بلدانهم وهذا هي السلوك بداية مع الأزمة متاع الكوفيد ثم دول مثلا متاع سوفرانتي اليوم حتى بعض الأدوية قبل ما تخرج صح عليهم بشيخرجوا خارج البلدان هذون بأس البشر يرماني اليوم الحقيقة هل قمتوا بسياسة تقشف في الصيدلية المركزية مثلا تلقي حلبونش ودوية الخاص بالحيوانات مفقودين في السوق اخترتوا معاك تشريهم معاك توزعهم على حيث هي بدوية أخرى قد تصير خيارات هكا في البلدان لا مستحيل اليوم الصيدلية المركزية نحب نطمن أنت ونطمن أن الناس كل في وضحة مزلنا موصلناش لا الوضعية متع عدم توازن ولا الوضعية أن الصيدلية اليوم ما عندهش مدخيل الصيدلية اليوم عنده مدخيل شهرية متاحة وتمول بها في شراءات متاحة الإشكال بعض الحين وقتش يتطرح وقت اللي وضعية الديون وضعية الخلاص في شهر معين تكون أكثر شوية من الإمكانيات متع الصيدلية وقتها يخلق تأخر على مزاودي مخطوش دليل الدول موجود ما فيوش أشكال تجيبه وراء وفما زاد أنا أحتيك على الداخل الصيدلية المركزية فما فريق عمل ليخدم كل أسبوع على شنوها ناقص وناقص ديما نحكي على أقل من ثلاثة شهر والوضع أصعب إذا كان يكون في شهر ولا أقل من شهر كيف رأوا الناس يزيبهم يعرفوا لشراء الأدوية مسألة معقدة اليوم مثلا نحن أدوية متاع 22 سنة 2022 يعني طلبات التزويد محطوطة عند المزاودين يعني اليوم الدولي زيما كراه والفلوس موجودة بالنسبة لنا نحن اليوم في الوقت الحاضر نتعاملوا مع الوضع بالإمكانيات المتوفرة داخل الصيدلية المركزية كما كنت نحكي لك تطلب مبلغ مالي إضافي حسنوا به وتعطاء وإن شاء الله زادنا 2022 زادة كيف كيف تصير فيه دعم الإمكانيات الصيدلية المركزية وكما كنت نحكي لك على مستوى الرقم والمحاسبة متاحها مؤسة متوازنة مع ديش اضطرابات مع عداد ديونها اليوم ديونها مع المستشفيات العمومية والمؤسسة العمومية في 600 مليون دينار تقريب ومع صندوق الوطن التأمين على المرض في حدود أكثر من 440 مليون دينار يخلي اللي صيدلية المركزية لو تسترجع إمكانياتها أو لو تسترجع المبالغ هذه تكون في وضع مريح وخير من هذا ويخليها متوازنة في وضعيتها معنىش أرقام اليوم تقول رفما عدم توازن ولا ثم استهتار ولا سوء تصرف بالعكس هذا حتى البلان 2020 الانتتة سيرتيفية كوراكتما في المجلس الإدارة اللي سبق وضعية صيدلية معنى ما هيشكل وضعية لك مخ الهدرة اليوم سي البشير الموضوع هو موضوع سيول وموضوع تزويت وموضوع سلاعة تكون موجودة الافترابات هي افترابات عادية بالنسبة ليك عادية هي افترابات في الوقت ظرفية عادية في الظرفية خاصة جدا أنك فيها تعطي دواء زد الظروف هذه نتحدث عليها روما هوش سهل اليوم تعطي دواء وتوفره في الواقع الخاص هدايا في افتراب الدينار التونسي في افتراب الوضعية المالية وأنك توفر بالكميات هدية روى حاجة أخرى زي ممكن تعرفها اللي مستوى المخزون بالنسبة لتونس في السنوات الاخرانية قاعد يطلع بنسبة 7% كلها طوى تقريبا في اخر شهر اكتوبر مخزون الدواء في صيدلية المركزية 480 مليون دينار واللي هو تقريبا نفس النساء بتاع السنوات اللي سبقوه معناها في الاخر مؤسة صيدلية المركزية هي مؤسة تجتهد قدر الامكان في الاستشفائي أو على مستوى الصيدليات في الاستجابة كيف راه يجبنا نحد تفضل بالنسبة لنا أنا نتصور الميدان هذا متاع الأدوى ميدان معقد يجبنا نتعمقه فيه ونشوفه حقيقة وين فم الخلل ونصلحه فما حتى فيه اختيارات معينة فما فيه رغبة الناس فما فيه سلوك الناس اليوم انت يجيك فيه ظروف صعيبة الدواء المثيل اللي يبدأ موجود ما يختاروش المواطن يختار الدواء آخر 22 في كلمتين المؤشرات الكبرى لـ 2022 لباس إذا كان يصير لنا الدعم نجم ونحسنوا علاقتنا بالمخابر وديما الدعم المالي مطلوب باش نجموا نوفروا إمكانيات المخزون المطلوب بمتاعنا لأنه العلاقة مربوطة بجهات أخرى واللي كل يوم في اتصال بيهم احنا على أساس أنه نحبه نبلغوله مراه إمكانيات الصيدلية في الوقت الحاضري إمكانيات ده سمح لها باش تكون موجود لكن الدعم يخلينا خلصوهم ديونهم ويخلي العلاقة تحسن ويخليهم في تزويد مستمر مع الصيدلية المركزية شكرا لإكس البشير الياربانيا الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية